اشتركوا في القناة فارق جديد يضع مدافع المنتخب المغربي نصير مزروي لمن اهدافه للتعاقد معه هذا الصيف الحارس المغربي يسينبونو يفجرها ويكشف حقيقة طلاقه من زوجته ايمانا ويصدم كل مغرب بمقالاها نادي اولمبيك مارسريا يفاعل رسميا منتشراء عقد النجم المغربي من حريط من شكلها النجم المغربي هشام السور ينضم رسميا الى نادي اتحاد توارغا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية اوضح المدير الرياضي لنادي ريال بلد الوليد الاسباني فران شانسيز ان اللاعب الوسط سليم املاح لم يطلب بالخروج من النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكنه اعترف برغبة الدولي المغربي في اللاعب بالدولي الدرجة الاولى الاسباني لالهيكا وقال فران في تصريحات اداعية كادينا سير سنكون سعداء باستمران سليم املاح معنا لم يعرب عن رغبته في المغادرة انما ابلغنا انه يريد اللاعب في الدولي الدرجة الاولى الاسباني وهذا امر طبيعي لان الجميع يريد التوجد في لالهيكا واكمل حديثه قائلا يجب ان نتقبل الامر الواقع ونعمل حاليا على العودة الى الدولي الدرجة الاولى الاسبانية ويدكر ان النجم المغربي سليم املاح انتقال الى نادي بلد الوليد قادما من استندارد اليج البلجيكي في يناير 2023 مقابل من يونيورو ويربطه عقد مع النادي الاسباني الى غاية 30 يونيو 2027 كشف التقارير الصحفي الحديثة عن احداث تطورات التي تتعلق بمستقبل اللاعب الفاريق الالماني باير ميونخ نوصر مزروي ووفق المعلومات من شبكة سكاي سبورت يبدو ان نادي يوفينتوس الايطالي وضع نصب اعيونه للتعاقد مع الدولي المغربين نوصر مزروي ومع ذلك يشير التقارير الى ان يوفينتوس يميل الى التعاقد مع الظاهر الجانبي يمتلك خبرة في الدوري الايطالي وقد انضمن مغربين نصير مزروي الى صفوفنا لباير ميونخ الالماني بعد انتهاء عقده مع فارقه السابق ايك الامستردام الهولندي في الصيف الماضي ومع ذلك ليم يتم اعتماد عليه بشكل منتظم نشر الصحفي المغربي توفيق ناديري توضيحاتهم الاخبار الرائجة عن طلاق الحريس المغربي ياسين بونو وزوجته ايمان خطيب وزعم الناديري في منشوره على صفحتي الرسمية بالفيسبوك لقائه ليسين بونو وزوجته بالمتجر المعروف لمدينة ضر بيضاء مروكومول يوم امس الخميس وزاد الناديري موضحا صادفت وانا التقيت امس على الساعة الواحدة الليلة بالقرب من مروكومول بالحريس المنتخب المغربي ياسين بونو وتابع قائلا حرست على كل عائلتي على السلام على هذا الحريس الذي كان مرفوقا بزوجته وابنه في سيارته الأوضي سوداء اللون وتوقف وبادلنا التحية المحترمة واختتم حديثه بالقول هذا ما كان بلا زيادة ولا نقصان وهو شاهد على ذلك أما باقي الإشاعات فلا أعرفها وتأتي هذه التوضيحات بعد انتشار أخبار تتحدث عن سحب زوجته إيمان متابعته لزوجها ياسين بونو في الأنستغرام مما قد يتسبب في الطلاق بين الطرفين أكد النادي أولمبيك مارسيليا في بيان رسمي أنه قرر تفعيل بونت شراء عقد اللاعب المغربي أمين حريس من شركة الألمانية وأشارت تقارير إخبارية إلى أن قيمة الانتقاء النهائي لللاعب البالغ من عمر 26 سنة إلى مارسيليا بلغت 5 ملايين يورو وكان أمين حريس قد استوفى شروط لاندمامه بصفة نهائية للنادي الفرنسي بعد أن خضى بقميسه 16 مباراة أكثر من 15 مباراة المطلوبة لتفعيل بونت شراء عقده وكان أمين حريس قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى ركبته حرمته من التواجد مع أصود الأطلس بمنذي القطر بعدما تعرض الإصابة في مباراة فريقه مارسيليا أمام موناكو خضى على إترها لعملية جراحية كل لتوى الحمد لله بالنجاح بعدما عاد أمين للتدريبات حيث يعول عن أن يكون موثمه القادم أحسن من السابقه رفقة ناديه أولمبيك والمنتخب المغربي أيضا ويذكر أن أمين حريج تجاوب بشكل جيد مع العلاج وهو الذي رفع من إيقاع تدريبات التي يخوضها في المركز النادي أولمبيك مارسيليا مباشرة بعد عودته من السعودية حيث أدى مناسك العمر في انتظار أن يظهر مجددا لخوض المباراة البطولة لاليقا وتحقيق رغبته في العودة من جديد لسفوف المنتخب المغربي من أجل العمل مع وليد الرجريقي الذي يحرص على التواصل مع اللاعب بين الفنية والأخرى من أجل إطمئنان على حالته الصحية نشر اللاعب المغربي هاشم السورة صورا للحظة التوقيع على عقد انضمامه إلى نادي اتحاد تورغا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبهذا سيلعب البلغ من عمر 25 سنة في بطول الإحشير في إنويل قسم الأول بعد تجربته السابقة مع ناهزة زمامرة في القسم الثانية وعلم السورة على انضمامه إلى الاتحاد تورغا قائلا أنا سعيد مفخور بالتوقيع للفريق الملكي ومتحمس لبدء حقبة جديدة سأقدم كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على الفوز وبلوغ أهدافيها واختتم رسالته قائلا هذه هي عائلتي الله يبارك في عمر سيدي شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر